السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته زفار العماني تعادل امام العربي الكويت واحد واحد احرز داف زفار علي سالم النحار في ديه 19 هدف العربي عن طريق اللعب مبنجوي في ديه 32 تشرين السوري فاز على النجمة اللبناني 3 واحد احرز داف تشرين باشماني في ديه 26 نديم سباغ في ديه 42 وقويه لعب تشرين في ديه الاولى من اقتدر الضعف الشوت الاول هدف النجمة اللبناني عن طريق اللعب انساه في ديه 70 مازيا من قزر المالديف خسر من مهون بغان الهندي اتنين خمسة عرص دافية مازيا تانا في ديه 45 وده 73 هدف مهم بغان عن طريق يوني كاوكو في ديه 26 ويوني كاوكو في ديه 37 روي كريشنا في ديه 56 سوبهاشيش في ديه 58 وقارل مكاهيو في ديه 71 قبل السوري تعادل ام الكويت الكويت 00 الرفاع البحريني فاز على شباب الخليل الفلسطيني ثلاثة واحد احرز هدف الرفاع فواز في ديه 22 كاميل الاسود في ديه 71 وسعيد رضا عيسى في ديه 91 هدف شباب الخليل عن طريق اللعب درويش في ديه 75 الرفاع الشرقي تعادل امام هلال الكويتس الرفاع الشرقي البحريني تعادل امام هلال الكويتس الفلسطيني اتنين اتنين احرز دفاي الرفاع الشرقي لعب السلامة في ديه 50 والويز ساليس من درب الجزاء في ديه 73 هدف هي هلال الكويتس عن طريق اللعب تساميرا في ديه 24 ونفس اللعب في ديه 38 تطلب ان نتعرف الترتيب المجموعات وترتبيب الهدفين تطلب الترتيب المجموعة الاولى مجموعة اس لعربي العمني المركز الاول بستة نقاط نطلب اللعب اخير البرد الكويتس بخمس نقاط للسورى النصر لربع نقاط والانظر الذي يزran اللبنانية مじمك اخير مجموعة اخير العرب الكويت اخير تحلي المركز الاول بسبع نقاط الرفاع البحر للمركز الثاني بست نقاط زفار العماني للمركز الثلاث بأربع نقاط ونابل خيل المركز الرابع الأخير في النقاط المجموعة الثالثة الرفاع الشرقي البحرين بى أول خمس نقاط تشيرين السوري الذ modèle ماركز الثاني بأربع نقاط النجمة اللبنانية véhic الفالس و hast another percentage شرح مهيون بوغان ، بوشن دهارة كنغز المركز الثاني ب6 نقاط مازيا المركز الثالث ب3 نقاط غوكولام كيرلا في المركز الرابع ب3 نقاط كده المتأهلين الأربعة من الأول 3 مجموعات إلى غرب أسيا نصف نهاية غرب أسيا السيب العماني والعربي الكويتي والرفاع الشرقي البحريني وأفضل مركز ثاني المفروض حتى الآن تشرين عنده 4 نقاط والرفاع عنده 6 نقاط والكويت عنده 5 نقاط فالمفروض الرفاع البحريني هو كمان تأهل كأفضل مركز ثاني بالاربعة السيب والعربي والرفاع والرفاع الشرقي دعنا نتأكد من الموضوع النصف نهاية غرب أسيا ده لسه محطوش هنا على الموقع ولكن هو زي ما أنا بقولك كده طيب متبعين الكرام المجموعة دي هي مجموعة من مجموعات الأسيان مفروض أربع مجموعات أعتقد أو ممكن تلات مجموعات برضو تلات مجموعات الأسيان دول والتلات مجموعات هم المجموعة دي وأعتقد يعني مجموعة فيتنام هيا كمان وممكن تقريبا مجموعة المجموعة دي هي لي يعني ا أو اف معاهم يعني لي contaminer لي نصف النهاية يعني نصف النهاية الباقي المناطق نصف النهاية والنصف النهاي لغرب أسيا هو ده اللي بيتم المتصدر المجموعة والتي تأهل هو مهم بغان الهندي اشترك في القناة او خلينا نتعرف الاول على الترتيب الهدفين متصدر الهدفين اللعب ديفيد ويليامز لعب مهم بغان بخمسة اداف المركز ساني يوني كاوكو لعب مهم بغان باربع اداف المركز ساليس كاميل الاسود لعب الرفع بساليس اداف ومبنجوي لعب العربي الكويتي وخالد البريكي لعب الساب العماني ولويز ساليس لعب بفعل شرك البحرين بهدفين ولوكا مايسن واكتر من اللعب اشترك في القناة افعل زر الجرس اعمل لايك في الفيديو وكان معكم محمد نوردين نراكم فيديو اخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته